رائع جدا خليني بقى نروح للنيجر ومرسلنا هناك العزيز فاروق صلاح ونعرف منه تفاصيل كتير طبعا زي بكنا بنقول في بداية الحلقة فاروق في البداية بنصبح عليك أنا وكريم صباح الخير صباح الخير عليك أنا هوند صباح الخير عليك كريم صباح الخير على كل جماهير للنادي الأهلي صباح العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة التسعة صباحا بتوقيت النيجر رائع جدا بص يا فاروق احنا عايزين كنا يعني نحس ان احنا موجودين معاك يعني قولنا دلوقتي النظام الروتيني اللي حيمشي عليه الفريق الفطار والغداء وأول تدريب حيبا الساعة كام الجو أخبره ايه حسب علمواتي ان النيجر دلوقتي اعتقد فصل الصيف عندهم يعني يختلف تماما عن مصر وفكرة كمان ان دي اول مرة مصر تشارك في فكرة البطولة او مشاركتها في البطولة الافريقية انها تكون في النيجر للأهلي أنا بتكلم مش مصر عفوا النادي الأهلي تحديدا فخلينا نعرف الكواليس منك تفضل يعني خليني اخد من نهاية كلامك انا هوند بالفعل هي اول مش اقول اول مشاركة يعني النادي الأهلي منذ اول مشاركة ليجي عام 1976 في البطولات الافريقية دي اول زيارة لفريق النادي الأهلي لدولة النيجر ويمواجهة فريق السنديب في دور ال32 لدوري ابطال افريقيا يعني على مدار 44 عام هو عمر مشاركة النادي الأهلي في دوري ابطال افريقيا وفي البطولات الافريقية لم يظهر النادي الأهلي دولة النيجر في اي مسابقة اي او اي مناسبة سابقة اعرابكم الصورة اكتر ونتكلم بالتحديد على دولة النيجر يعني هي دولة النيجر بيطلق عليها الدولة الحبيسة بيحدها سبع دول من يعني تتكلم من الشمال الجزائر وليبيا ومن الجنوب نانجيريا وبنين ومن الشرق تشاد ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي المناخ طبعا زي ما انت قلت درجة الحرارة حاليا في الوقت الحالي 35 درجة موية ويوم المباراة يوم الاربع من المقدر ان درجة الحرارة توصل ل37 تقصي هنا يعني مداري شديد الحرارة طبعا وجود الغابات الاستوائية يعني الجو والمناخ الافريقي المتعودين عليه يعني برضو عايز نقرب الناس من الأجواء النيجر يعني أبدأ بنتكلم على كواليس الفريق وبنتكلم على دولة النيجر يعني هنتكلم على الدولة من حيث مساحتها بتحتل المرتبة المرتبة رقم 22 من حيث المساحة دولة النيجر يزا ما قلنا بيطلق عليها الدولة الحبيسة بيخترقها طبعا نهر النيجر وسميت بهذا الاسم نسبة لنهر النيجر اللغة الرسمية هنا طبعا هي اللغة الفرنسية تعتمد النيجر طبعا في اقتصادها على بشكل كبير جدا على الزراعة وأيضا استخراج المعادن والخمات وأما خام اليورانيوم العملة الرسمية هنا اللي بتعد هو الفرنك الغرب إفريقي والدولار الواحد بيعادل 540 فرنك هنا في النيجر نتكلم على فريق النادي الأهلي بالفعل النادي الأهلي بالأمس كان استقل الطائرة في تمام الساعة الثالثة عصرا رحل الطيران زي ما قال كريم بالزبط استغرقت 6 ساعات كان الوصول لمطار ديوري هماني وبالمناسبة ديوري هماني تم إطلاق اسم المطار على اسم أول رئيس تولى رئاسة دولة النيجر وديوري هماني كان الوصول بعد 6 ساعات في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت النيجر كان في استقبل باثة فريق النادي الأهلي مسؤولي السفارة المصرية ممثلة في معالي السفير نبيل مكي سفير جمهورية مصر العربية بدولة النيجر ومسؤولي السفارة المصرية وبعض أفراد الجالية المصرية طبعا أنا واندي زي ما انت قلتين الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة بالنادي الأهلي كلف بمهام رئيس البياثة نظرا يعني العدم أو حضور الأستاذ محمد الضماط عضو مجلس الإدارة بعد ثبوت إيجابية مسحة الكورونا إلى جانب العبيين رامي ربيعة وعمر السلاية ومحمد مجد أفشا واثنين من إداري النادي الأهلي الكابتن مهر عبد العزيز والكابتن رأفة إبراهيم طبعا اتمنى لهم جميعا كل السلامة ويعودوا سريعا في قارب وقت ممكن مجود كبير جدا كريم بالفعل بيبزله الكابتن سيد عبد الحفيز السفير نبيل مكي ومسؤولي السفارة المصرية اللي موجودين معانا طول الوقت بيحاولوا يسروا كل الأمور سريعا يعني عقب وصول فريق النادي الأهلي لمطار ديوري هماني الفريق استقل الحافلة ثم التوجه إلى مقر إقامة الفريق الفندو اللي بتقيم فيه باثة فريق النادي الأهلي بيبعد عن المطار بعشر دقايق واحد الفنادق الراقية ويعني اختيار موفق من قبل مسؤولي النادي الأهلي وكان من القرارات الموفقة أيضا لمجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب والحضور على متن طائرة خاصة دي من القرارات المهمة لمجلس إدارة النادي الأهلي سريعا يعني كان تم تجيز وجبة العشاء للعبين كابتن سيد عبد الحفيز كان آخر واحد صعد لتناول وجبة العشاء ومن ثم أيضا الصعود إلى الغرف في الوقت اللي أنا أكلمك فيه حالا يعني الخلاص اللعيبة باللعيب النادي الأهلي بيستعدوا لتناول وجبة الإفطار تكون يعني بالضبط في تمام الساعة التاسعة بتوقيت النيجر العشرة بتوقيت مصر وجبة الغداء تكون في تمام الساعة الوحدة والنصف ظهرا أول تدريب للنادي الأهلي في النيجر هيكون اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف على استياد سيني كونيتي أو الجنرال سيني كونيتي وبالمناسبة هو أحد الرؤساء أو اللي تولى الحكم في دولة النيجر من عام 1974 إلى 1987 وأطلق اسمه على هذا الاستاذ اللي تم افتتاحه عام 1989 وبالمناسبة هو الاستاذ اللي هيستضيف أحداث اللقاء استاذ بيتسع لخمسة وتلاتين ألف متفرج طبعا حالة اللعبيين التركيز اللي عند لعاب النادي الأهلي تقدر تقول إن كل لعاب النادي الأهلي خلاص أفن صفحة البطولة التاسعة والأفراح الأفريقية خلاص إحنا بنبدأ بطولة جديدة عندنا طموحات جديدة كان لها كلام معالي السفير نبيل ميكي اللي قال لي طبعا هو سعيد جدا بزيارة النادي الأهلي وأنه دي أول زيارة للنادي الأهلي وبالمناسبة هو بيتولى شؤون سفير مصر بدولة النيجر منذ ثلاث سنوات رحب جدا ببعثة النادي الأهلي وقال إن كان التواصل مستمر على مدار أكتر من عشر أيام مع الأستاذ محمد الضماطي والكابتن سيد عبد الحفيز في توفير كل الأمور وتنصيق كافة الأمور الخاصة ببعثة فريق النادي الأهلي أفراد الجالية المصرية والعربية هنا موجود بعض الأفراد الجالية العربية من لبنان ومن المغرب وتونس الجميع هنا يؤازر ويساند النادي الأهلي الجميع سعيد بحضور فريق النادي الأهلي من النقاط المهمة أيضا النهاردة تناول وسائل الأعلام في النايجر لحضور النادي الأهلي أبرز منشتة آل بطل أفريقيا في ضيافة دولة النايجر الجميع طبعا بيتكلم على النادي الاهلي وأن النادي الاهلي صاحب آخر تتويج بيء البطولة الأفريقية عقب الفوز على نادي الزمالك في المباراة النهائة بهدفين مقابل الهدف إن شاء الله تكون الظروف مهيئة الأجواء مهيئة إن شاء الله النادي الاهلي يحق نتيجة إيجابية في مباراة الذهب ومن ثم إن شاء الله نتيجة إيجابية في مباراة الإياب ومن ثم أيضا الصعود إلى دور 16 موجود معاك يا كريم موجود معاك يا نه ibland لو في أي استفسار أو أي تساعد إن شاء الله يا فروح نحن كمان بنتمنى الدعوة دي تحقق وترجعوا كده يعني إن شاء الله سالمين وكمان منتصرين